السلام عليكم. نستكمل معكم مورد بالمحتوي الثالث في موضوع الكورتزول. وعند الحديث عن ارتفاع مستويات الكورتزول بسبب الإصابة بحالة مزمنة من التوتر قد يتجاوز التأثير الفيسيولوجي العادية وربما يتسبب في مشكلات مثل ارتفاع ضغط الدم وضعف استجابة الجهاز المناعي، فضلا عن مشكلات في التمثيل الغذائي، بما فيها ارتفاع مستويات الجولوكوس في الدم. الزيادة الكبيرة في مستوى الهرمون من الممكن ان تتسبب في زيادة الوزن، لا سيما في منطقة البطن والوجه. تراكم الدهون بين لوحي الكتفين وجود علامات تمدد بنفسجية اللون على البطن ضعف عضلات العضين والفخذين ارتفاع سكر الدم الجولوكوس والذي احيانا ما يتحول الى النوع الثاني من مرض السكري ارتفاع ضغط الدم ضعف العظام هشاشة العظام وحدوث كسور بها نمو كثيف لشعر الوجه عند الاناث وعن تأثيرات انخفاض مستويات الكورتزول في الجسم لفترة طويلة من الوقت سيكون موضوع المحتوي الخامس بامر الله تعالى مع تحياتي ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودمتم سالمين